مجز لأهم الأنباء استقبل الجمعة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من قبل الرئيس السينيغالي ماكي سال وذلك على هامشية دورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تتضمن دعوة لحضور القمة العربية بالجزائر كضيف شرف بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي من جانبه أعرب ماكي سال عن بالغ امتنانه وتقديره لرئيس الجزائري على دعوته التي تبرز تمسك الجزائر بعمقها الأفريقي الاستراتيجي وأكد قبوله الدعوة وحرصه على المشاركة شخصيا في أشغال القمة أعلن الرئيس والفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام المشاركين في أشغال الجمعية العامة الأممية عن تقديم طلب رسمي للأمين العام الأممي من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي يشكل أساسا لحل الدولتين وكذا القرار 194 المتعلق بحق العودة عباس طالب أيضا بفرض حقوبات على الكيان الصهيوني مع تعليق عضويته في الهيئة الأممية في حال رفضه الإنصياع وعدم تنفيذ القرارين أدانت مجموعة ولياسار في البرلمان الأوروبي منع سلطات الاحتلال المغربي دخول وفد يمثلها لمدينة النظور للتحقيق في مأسات مليلية التي خلفت مقتل وإصابة المئات من المهاجرين الأفريق على يد آلة القمع الأمنية المغربية معتبرة هذا المنع فضيحة غير مسبوقة وكانت سلطات المغربية قد رفضت الأسبوع الماضي استقبل أعضاء من البرلمان الأوروبي في إطار الزيارة التي نظمت للتحقيق في هذه المأسات أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم عن مقتل 27 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية وسط الصومال ووضح بيان لقيادة أفريكوم أن الغارة الجوية نفذت قرب منطقة بولو بوردي شمال العاصمة مقديشو حذر الأمن العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش من أن الكوكب لا يستطيع تحمل كارثة نووية مشددا على أن الوضع في محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية لا يزال مصدر قلق بالغ وأي ضرر متعمد أو غير متعمد على البنية التحتية النووية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس في جميع أنحاء العالم تفوق مساء الجمعة المنتخب والجزائري لكرة القدم على نظره الغيني بنتيجة هدف لسفر في لقاء ودي تحضيري جراء بالمركب الرياضي الجديد لمدينة وهران ميلود هدفي وسجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحي للمنتخب الجزائري في الدقيقة التاسعة والسبعين كما سيكون أشبال وجمال بالماضي على موعد مع ودية ثانية ثلاثاء المقبل بنفس الملعب ضد نايجيريا في ختم تربصهم الحالي انتهى الموجز شكرا لكم تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة